هذا بيقودني برجع للسؤال اعرف عدوك مين هو عدوه اوكي قلنا اول عدو اكبر عدو اللي هو ابليس الذي يحرك الطبيعة الخاطئة اللي في داخلي ويحرك العالم ضد اولاد الله حتى انه المسيح يقول انه انا لستم من العالم وانتم لستم من العالم فنحن لن ننتمي الى هذا العالم الشرير لكننا ننتمي الى الملكوت الى السماء ابليس ليه عدة اسماء في الكتاب المقدس هذكر منها بعض الاسماء لكن خليني الاول اتكلم عن جه منين ما نعرفش كتير عن ابليس لكن خليني اقول انه مش هنخرج خارج ما اعلن في الكتاب المقدس وإلا نذهب الى تخيلاتنا ولا يمكن تكون تخيلاتنا صحيحة او حقيقية او القصص او الاساطير اللي بتتحكي حوالينا لكن خلينا نرجع الى الكتاب المقدس نلاقي بعض الامور النبوية الرمزية واساسا موجودة في سفر اشعي اصحة 14 وموجودة في سفر حسقية اصحة 28 14 في 22 عشان نقدر نفتكرها والكتاب المقدس بالروح القدس الروح القدس لا يريد ان يسهب كثيرا في الحكي عن ابليس وكأنه عاوز يقول مهمكش كثير تعرف عن ابليس اعرف عنه القليل الذي اعلنه لكن اعرف عن نعمة الله التي تعطيك النصر والغلب على هذا الابليس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة